موسيقى موسيقى ما تذكر كثير بعد ما توفى والدك كيف كانت أموركم تمشي؟ ما كان تمشي جيدا موسيقى لما توفى هو يعني نادت لي كنت يعني أروستي نادت لي الجوجة دي الإبنة نادت علي قطل روحي يعني تاخدي أبناءك وتاخدينا إحنا للمغرب إحنا ما بيتنا نقلسه هنا يعني موسيقى 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 خد هنا يعني حطونا الدونة عندهم يعني حق معانا قالوا لي خلاصي لبيتك تطلعي يعني نخليوا الأبناء وتروحوا أنتم قالوا ما قال لا أنا أشال الأبناء أشان جيت وتم يعني شفتنا عمتاني هكا يعني شفنا شاحينة وهزينا أغرضنا ورحنا على الميادين من الميادين شفنا مهرب موسيقى 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 في مغربة كثير في مغربة كثير بزاف ما شغلين في من كل البلد والحمد لله أبناء نحكي معهم من الإدارة نمشي الإدارة ونحكي معهم ونقولهم صيروا يعني للسفر المغربية وحكيوا معهم يعني يطلبوا بنا يمشيوا يقولوا لهم إحنا يعني لما ما يسرحوهم هادوك اللي هما عندهم يعني إحنا ناخدهم إحنا ما عندنا مشكلة لكن هادوك ما صفتهم شليرهم تماشادي مسكنهم إحنا ما عندنا يعني كنديرو نحب نقولهم يعني بيدنا رجعوا على بلدنا وبيدنا رجعوا يعني نربي ولدنا يعني نعيش وعيش طبيعية مثل الناس ولكل إحنا ما سوينا شيء أبدا أصلا وأنا معروفة بالمغرب إني أنا ما كان عندي علاقة ولا بهدي ولا بهدي ما عندي علاقة لا بداعيش ولا بديك يعني السبب ديالي جيت ناخد أبنائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر